اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فوضى التضامن وفوضى التسلق ببعض عن الموضوع وهي دا قرار اخدته اكتر من بعض الانتخابات النيابين لبنانية كان اخر مرة بحكي سياسة فيها على السوشال بيديو عندي وقلت لك لا اتجنب اول شي الاتهامات بالتسلق لا اتجنب الاتهامات بركب الترنت لا انا متضامن مع فلسطين المحتلة متضامن مع الشعب الفلسطيني بعمل شير لا اشياء انسانية بس مني مش 24 و 24 بديوات اكتب لأقول لن لايكو يا جماعة انا متضامن لايكو يا جماعة انا متضامن لايكو يا جماعة انا متضامن بس اليوم الناس يعني عم بتحب أرضاً وميداناً. هيك بفيد أكثر. ما ضرور يتعلق الصوت بشكل دائم لا يقوله إنه هاي الشخصيات المؤثرة حكي. مظلوم محمد صلاح إذا لأنه ما كتب على السوشيال ميديا بل شو يقوله إنه وإخر شيء يعمل فيديو واضطر يعمل فيديو بس لا يسكت الأصوات المنتقدين بس ما هو كان عم بيتبرع على الهيال الأحمر. شو بدون أكثر من هيك العالم؟ قبل ما نحكي شوي بالرأي اللي حضرتك جاء تحكي اليوم. مثلاً كمان في شخصيات تانية أخذت يعني أخذت على عتاقة ت تدعي لأمور أخرى مثلاً محمد رمضان كتير معروف عربياً وقال إنه وين الجيوش تحارب دعا إلا بدك لمشاركة الجيوش العربي بالحرب لا استرداد. لا هو كان عبوله إنه بدل ما تطلبوا مني أنا وجه نداء للحكومات الأجنبية الحكومات الأجنبية ما معروف إنه مع إسرائيل شو بها تعمل لي يعني كان عبيحكي هيكي إنه بدل ما أنتو تناشدوا الحكومات العربية تناشدوا الحكومات اللي على حدود فلسطين ليش عم تناشدوا عم تناشد خلوني أنا بدي تطلبوا مني أنا ناشد حكومات الأجنبية شو بها تعمل حكومات الأجنبية حكومات الأجنبية ماكسيوم بتعمل بقى هدنة إنسانية ماكسيوم بتبعث شاش وقطن ماكسيوم هيك بيعملوا إنه يوقفوا مع فلسطين المحتلة الحكومات الأجنبية ما هتوقف مع فلسطين المحتلة معروفة إنه حليفة إسرائيل حضرتك من الشخصيات اللي بتتمارس الكوميديا يعني إعلامياً ومثلاً شخصية مثل باسم يوسف اليوم وضح يمكن فكرة القضية الفلسطينية أو وصلها للغرب كيف نحنا ما نفكر فيها بطريقة الكومي نطلع شوية على الظروف باسم يوسف قبل ما يعيش يعني قبل ما يحكي هو عايش بالغرب ما خلينا نكون صريحين ما هو منه مش إنه أخدوه من مصر هو عايش بأمريكا عايش بالغرب وأخدوه معه كرائد كأحد رواد الرأي العام العرب بالغرب وعمل أداء بالكوميديا السوداء بالدارك هيومر مع بيرس مورغن أداء رائع ووصل الريساري متل ما لازم أعرف كيف بس ما كلا العالم تتاح لهم الفرصة إنه يظهروا ببرنامج أجنبي مثل باسم يوسف لأنه مش كل العالم عايشي بأمريكا ومش كل العالم عملت شهرة بالبلاد العربية وراحت عاشت بأمريكا لا تقدر تكون على البي بي سي أو على السيان انا أو على الحالة تليبيزيون أجنبي فكرة اللي عمله رائع اللي عمله رائع عمله بطريقة شوي وصلت للكل حتى هلأ إنه بدأ نشكك بموهب باسم يوسف والذكاء باسم يوسف إذا موهبتهم وذكائهم ما استعملهم هون مع كل هالفرصة اللي إجتوا بالظهور على محطة أجنبية وأنه أي متى بدوا يستعملون عرفت كيف؟ بالسردية اللي عم يحكي فيها الإعلام الغربي وحتى يعني الرأي العام الغربي عم بقول إنه يجب إدانة حماس كتير عم بيضغطوا على العرب أول سؤال يعني بيسألوه بيديو قندام حماس تكزاكلي وهذا اللي صار مع السفير حسام زملت يعني وقدر كمان جاوب بطريقته الخاصة اليوم يعني هيدا النوع طبعا إسرائيل لها الحق بالدفاع عن نفسها هاي السردية كيف فينا نرد عليها نحن؟ هل يجب علينا إدانة حماس اليوم؟ بس أنت برأيك مش عم نقدر نرد عليها يا أنت برأيك إنه الآلة العالمية العربية أو الآلة العالمية اللي عم تساند فلسطين بالنقوية؟ OneО that's right.. وثمان أدما فينا عم أن ننقل جرائم الاحتلال أدما فينا عم ينقلوا ما بداية ؟ أدما فينا عم أن ينقلوا جرائم الاحتلال أدما فينا عم ننقل إنه ننقل لقتل الأطفال أه Lehr fam جرائم مع للنساء و إبادة عائلات بأكملة كل هؤروب الأمور عم تنهل عم تواجه الدعاية العربية عم تواجه الليل الإسرائيلية بكل فعالية و بكل قوة نعم. بدنا نرجع لرأيك المفصل. والدليل انه اليوم اكتريت رأي العامل شاب مساند للقضية الفلسطينية حتى بالغرب. يعني الناس اللي عمارة بين 18 سنة و 30 سنة. هذا مؤشر مني. مؤشر انه السوشيال ميديا عم تلعب دورة مزبوطة وعم بتأثر مزبوطة. بدنا نرجع لرأيك المفصل اللي قلت انه عندك رأي مفصل بكل شيء يعني بيسير اليوم من 7 اكتوبر لليوم المشهدي اللي يغير زبدك كل يومياتنا من وقتها لليوم. مزبوطة. بس أنا عندي رأيه عندي رأيه بالسياسة، وعندي رأيه ليش وصلنا لهن، وعندي رأيه بموضوع اللبناني كتر مموضوعة الفلسطينية، ما كمان أنا بهمني موضوع هذا المlooking لأني فريق كم بلدي على شفير حرب، بلدي على شفير حرب ولا يتحمل حرب. يعني كمان منا هيني، وقد يكون من من الصعب تفادي الحرب يارس كيف عنه؟ انا عندي رأيه بهذا الموضوع، لن يكون جزء мень تلك الحرب. طيب يعني اليوم اللي احنا فيه اللي عم بيصير عجنوب هو منق انخيرات رسمة بالحرب لا لا ما في أنا برأيي كيف اننا نوصف اللي عم بيصير عجنوب اليوم؟ طويل التوصيف إذا بتحب أنا أحكي لك يعني السردية الجيوستراتيجية كلها اللي بحكي لك ياه بس سيدة بدك تتعطيني وقتي شوي صغيري أوكي خلا نكون أول شي بس لنرجع شوي بالزمن إحنا ليش وصلنا لهون يعني أنت اليوم بالجيوستراتيجية بعدك أنت من ضمن الصورة الكبرى ومنك أنت اليوم بتفصيل شرق أوسطي أنت اليوم من ضمن الصورة الكبرى من وقت وصول جو بايدن لرئيس الجمهورية بأمريكا عندما وصلت جو بايدن لرئيس الجمهورية بأمريكا بدأت مواجهة أمريكا مع الصين وعندما بدأت مواجهة أمريكا مع الصين بدأت أمريكا باتخاذ عدة إجراءات على مستوى العالم إجراءات عسكرية أو إذا بدك خلنكون إجراءات سياسية عسكرية بدخليها تواجه الصين أول شي انسحابوا من أفغانستان انسحابهم السريع من أفغانستان تاركين وراءهم 85 مليار دولار أسلحة هذا بكل العالم تعرف أنت المحللين هنا والعالم أنه لا يكون الأمريكان هربوا هريبة من أفغانستان العالم مشكلتهم وخسروا الأمريكان وما بيعرفوا يعني ما بيعرفوا يقروا أمريكا عملت هيك لتترك دولة سنية متطرفة بقيادة طالبان مع 85 مليار دولار أسلحة على الطريق بين الصين وإيران يعني قطع طريق الحرير قطع طريق الحرير حطتهم قنبلة موقوطة طالبان مع 85 مليار دولار أسلحة حديثة على الطريق على طريق الحرير بين الصين وبين إيران لهن حلفين وإذا بدك حلفين يعني معروف أنه بشكله أحد أعمدة الحلف المقابل لأمريكا نفس الوقت عملت أمريكا على إشعال الصراع الروسي الأوكراني وبالتالي كانت هنا تعمل على ضرب أقرب حليف للصين هو روسيا الخط المواجه لأمريكا صيديا هي روسيا أقرب حليف للصين لأمريكا هي روسيا بنفس الوقت ضربت الاتحاد الأوروبي مع روسيا لأن حرب الروسية الأوكرانية أجهدت الاتحاد الأوروبي وأجهدت روسيا مع بعضهم حتى في حال يومما ما الاتحاد الأوروبي فكر بالتحالف مع الصين يكون مصيره مصير الروسي وبالتالي أصبحت اليوم بظارف سنتين أمريكا قادرة بعدة خطوات عملتها على مستوى الجو استراتيجيا أنه تجعل الصين بحلف صعب مع إيران وبحليف ضعيف هو الروسي خطوة الثالثة كانت بالمد التاريخي اللي شفناه إلى الشرق الأوسط وثالثة كانت تالثة كان إرساء طريق الحرير الموازن من الهند إلى إسرائيل وهو إذا بدك كان الطريق الموازن لطريق الصيني الإيراني الذي ينتهي في بيروت كان بمربطة الأوروبي كان بمربطة فأزن جينا هذا اللي عملته الأمريكيين الروسي شو عمل؟ الروسي اليوم لما أمريكا جعلت من الاتحاد جعلت من الشرق الأوسط وارزون سوريا لما أمريكا جعلت من الشرق الأوسط منطقة انتظار بانتظار أول شيء، أمر لغير قالت الصيني هي uni أتفاق السعوذي الإيراني واثفاق السعوذي الإيراني Поablir cups هو أتفاق السعوذي إيراني وهي دي الاشح لما تصير بالشراء الاوسط برعاية صينية غير رعاية امريكية يعني بتكون تسويات منقوصة ولما يكون في تسويات منقوصة، التسويات المنقوصة بعد اصعب اصعب من من حالة الحروب. اصعب!! بتفجر كل الخواصر الرخوة. كل الخواصر الرخوة لو ما يصير في تسويات منفجر. اول خاص الرخوة انفجرت شو كانت السودان. لو سألتك من ثلاثة اربعة سينان وكنت قال لي السودان سراح لمحل مزاهر جداً لأنه جنوب السودان أخذ استقلاله وصار في سلام بين جنوب السودان وشامل السودان وهو على على باب بلش ينقب موارده بقوم من ورد تسوي المنقوصة اللي صارت بالشرق لأوسط انفجر السودان بحرب أهلية تبدأ لا تنتحي الخاطرة الرخوة التانية شو كانت غزة هون وهون بيت القصيد انفجرت غزة وأنا برأيي بعمل روسي المنشأ يعني تحركت حماس اليوم بمخطط روسي مش إيراني عملا أنا برأيي بمخطط روسي وهذا هو الرد الروسي الأقوى على نقل الحرب من الشرق لأوسط إلى أوروبا يعني روسيا أعاد أعاد الروسي نقل الحرب من روسيا أوكرانيا إلى الشرق لأوسط يوم إذا اليوم إنت عم تحضر اليوم من روسيا أوكرانيا أخبارهم وين صارهم وبالتالي بتفسر من هون أنه حركة حماس بغلاف غزة اللي عملته بغلاف غزة هجوم حماس بغلاف غزة حرك أمريكا قبل ما يحرك إسرائيل لأنه هو لعب على مستوى العالم وليس على مستوى المنطقة هو نقل الصراع من روسيا أوكرانيا إلى الشرق الأوسط خلينا لك شالي بما أنه الحركة روسية المنشأ هناك ثلاث أسباب لعدم انخراط حزب الله بالمعركة ثلاث أسباب لأنه منه روسي هو أولا أولا لأنه توقيت المعركة ليس توقيته أي توقيت المعركة ليس حزب اللهوي وليس توقيتا إيرانيا هو توقيت روسي بمتياز وتدريبا روسيا كمان بمتياز حتى التدريب روسي فهذا توقيت روسي والتدريب روسي ثانيا لأنه يعلم حزب الله وقد نقل إليها رسالة في الأيام الأولى أن المواجهة في حال دخول حزب الله بالمعركة لن تكون مع إسرائيل ستكون مع أمريكا مباشرة وحزب الله أول شي بيعرف أنه أمريكا منا إسرائيل هادي بأول جيد ثاني شي مواجهته مع أمريكا ستخرب عليه الباور شيرينج اللي عامله في لبنان هو أمريكا اليوم نحن عايشين صنعنا ثلاثة سنين بيظل باور شيرينج بيظل باور شيرينج بيمسله حزب الله مع أمريكا هلا مي بيمسله الجيش اللبناني أنت ألتا أنا ما بدي أولا أنا بحمله أنا بدي أعمل لك بس في باور شيرينج هذا الباور شيرينج أنتج الترسيم هذا الباور شيرينج إذا بتلاحظ الجيش اللبناني بدافع عن شغلتان باستشراس بلبنان عن شغلتان عن الباور شيرينج كيف تعرف أنه بدافع عن الباور شيرينج باستشراس أول شي بدافع باستشراس عن شاحنة المقاومة التي انقلبت في الكحالة وتاني مرة دافع باستشراس على السفارة الأمريكية بعوكل من عشرتية هول الشغلتان بدافع عنه الجيش اللبناني بدافع عنهم باستشراس لأنه حامل باور شيرينج اللي عم بيصير باللبنان. هيدا تاني شغلة. فأزن أول سبب هو أنه التوقيت كان روسيا. تاني سبب لعدم انخراط حزب الله بالماركة. أنه يعلم أن المواجهة ستكون مع أمريكا وهو وهو بيعرف أنه الباور شيرينج اللي عامله مع أمريكا مهدد بالسقوط. وهيدا الباور شيرينج سمح له يحكم لبنان لحزب الله. كان يكون صريحاً. يعني إسرائيل هي اللي عم تجر الحزب لأمريكا. أنا هيك برأيه. يعني تخيل حجم المقايضة اللي حيعملها حزب الله على عدم مشاركته بالحرب. ما بعد الحرب تخيل حجم المقايضة بالسياسة اللي رح يعمله على عدم مشاركته بالحرب. أقله برئيسة الجمهورية. أنا برأيي اللي مفكر أنه سليمين فرجيه كان ما عنده حظ يوصل لرئيسة الجمهورية. إذا خلصت حرب وحزب الله ما شارك فيه يعني ضل هيك اليوم منوشات حدودية. يبلش يحضر حاله ليكون أبو طوني بالأصر. طب بس كمان كمان اليوم إيران إنه فكرة إنه نرفع الحظر الصاروخي عنا. شو يعني عيدة عم بسبت لك حكي ولا ما عم بسبت لك حكي؟ عم بسبت لك نظريتي ولا عم بسبت لك نظريتي؟ كف معي بس للآخر بس لأنه حتى تشوف أنه أنا اللي عم بيحكيه هلأ شو هيصير من هلأ إسرائيل لمتجر حزب الله لأمريكا لتقنع إسرائيل متجر حزب الله للمعركة. لأنه حزب الله ينجر للمعركة بحالة وحدة بحالة الاشتياح السريع لغزة. حيعمد الإسرائيلي على حرب ستة أشهر قدم بره لغزة قدم بره لغزة شوي شوي. أول شيء ما بيحلوش حزب الله وبيجروا للمعركة. ثاني شيء حزب الله سيادته بيصير عنده بيصير عنده هامش يوسع المعركة إلى عشر كيلومترات ويزغر إلى خمس كيلومترات. يوسع المعركة على مدى ستة أشهر. هذا سيكون الوضع في الوقت. يعني ليس سنفيق بيوم من الأيام نقول أولي أنت الحرب. أبداً. ستظل هكي من المعركة في الجنوب. أبداً. أنا هيدا رأيي. هلأ يمكن أن أكون أنا مخطئ. أنا هيدا قراءتي. أنا يمكن أن أكون مخطئ. بس أنا هيدا قراءتي. نعم. بدأ نرجع شوي إلى كمان موقف ليفت من الأمم المتحدة. مبارح أثار غضب إسرائيل. كهذا كمان له مدلول. اللي قاله الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيريج. من المهم أن ندرك أيضاً أن هجمات حماس لم تأتي من فراغ. لقد عانى الشعب الفلسطيني من ستة وخمسين عاماً من الاحتلال الخانق. لقد رأوا أرضهم تلتهمهم المستوطنات بشكل مضطرت وتبتلى بالعلم. إنه يقوم الأمم المتحدة. إنه يقوم الأمم المتحدة تحكي كلمة منيحة بحق فلسطين. يعني حماس أصلاً شو خلقت. حماس هي هوية الشعب الفلسطيني اللي يعيش برخاء. هي عمل حركة إسلامية مسلحة. ما هي ردة فعل. ما نشأت منظمة التحرير هي ردة فعل على فشل الجيوش العربية بمحاربة إسرائيل. ونشأت حماس هي ردة فعل على فشل منظمة التحرير باتفاق أسلو. وهي ردة فعل على كل المقساة اللي عم بعيشها الشعب الفلسطيني من 48 إلى اليوم. كيف عم بعيش الشعب الفلسطيني وينما كان؟ يا بخيام، يا بلا ماي، يا بلا كهرباء، يا محاصر، يا بقرر البصير الإسرائيلي. نعم. وبدأ جعلت النجاة أنا أسمع بفكرة الترانسفير و... اليوم من بعد كل شي عم بيصير. هديه وعيش بتاعتير بغزة. هديه غزة عم تدمر عم بروح يقول له روح عيش بسينة يا خي. روح عيش بصحرة. عم بيرد على المصري بقول له لا روح عيش بالنقب. مش فكرة يعني الفكرة مش المصري. ما كان عيبي قوله أنه أنا ضد التهجير بس ضد هجير لسينة. طبعا. المكان يعني كان. بس كان عنده اختلاف بالمكان. فأنا برأيي الإسرائيلي اليوم كنت عم بيقلك على أنه إسرائيلي اليوم أنت قلت شغلي مظبوطة. إسرائيلي هو بده يجر حزب الله للحرب وهو بده يجر الفلسطيني للإجتياح البرا القاسي. رح قل لك ليش؟ لأنه أول شي عنده فرصة ذهبية. مبارح ماكرون يبعو إلى تحالف أممي لمواجهة حماس. وعنده تعهد أمريكي بالتدخل في حال حزب الله فات بالمعركة. طبع عنده فرصة ذهبية لجر حزب الله لمواجهة مع أمريكا مباشرة. وعنده فرصة ذهبية لجر تحالف دولي لإجتياح غزة معهم ما بيعملها؟ بس بيعملها بطريقة غير إجتياح البرا. أنا قلت لك أنه هيعمد الأمريكان اليوم أنه خطة أمريكاني هو المشكلة الأساسي أنه حزب الله كامل إليش ما بيفود بالمعركة. لأنه اليوم الإسرائيلي ما عنده من زمان كان عنده أسرة كان عنده ضرورة بأنه يشتاح لبنان. هلا ما عنده أسرة بيقدر يضل يدمر بلبنان ستة شهر محن ده بيقل له شي. يعني ليوم أنت. ما عنده شي يردعو عبر به. ما عنده شي يردعو اليوم بيقدر يسوي لبنان بالأرض. وبالتالي حزب الله لحزب الله يجير يجير اسرائيل للمعركة. لأنه لا يجب أن يجير اسرائيل للمعركة. لأنه وتضرب ستة أشهر جغياً. ومن بقالطةó أي شيء? ما عدت بلا شيء.الله وقت ومع تكليف من المجتمع الدولي. ما عدت بقالطة vä tradition hoe ert wow. والمشكلة enquanto يتم状lebنinalsها الاجتياحة. غير minted ironic كميل. غير أن التوقيت روسي. اتشعر لأن التوقيت الروسي أقgil نسمى حماس. أنك構 ان udaم ترى 스سarı على ايران. في المنطقة. هو اللي بيوجه. حزب الله وإيران واحد. مش حزب الله لا يعمل عنده إيران. هيدا في شي ما كتير بيفهموا له علامة. حزب الله باللبنان بيقرر لحاله. لازم يفهمه اللي عالم. لازم يعرفه شوي. بينما بحماس. حماس. خلينا نكون حماس هي مشاركة إيرانية مع ناس تانيين. حماس فيها فيها أخوان. حماس فيها قطر. حماس فيها تركيا. حماس فيها عدة دول. يعني أكثر من باي. قيادات حماس وين. منا بإيران. بقطر. عفكرة زي بتلاحز انت. في تباين. والتباين. والتباين. مش عالمي طلع يقول حزب الله. طب. شو يعني. واتقل لك أنا. واتقل لك أنا. انه لن يكون. لانه التوقيت ليس. آآ ليس حزب اللهويا. بمجرد ما يقول خالد مش عالم ما يفعله حزب الله ليس كافيا. معناته عنده عدم رضا. معناته هني بحاق بالدنياه. ان ينخرطوا بالمعركة اكتر واكتر. ليك. بدي يقول لك شالي سجلها هيدي. سيكتب التاريخ عن طريقة إدارة حزب الله للمعركة اللي عم تصير اليوم. كيف عمل مناوشات حدودية من خمسة لعشة كيلومات. من خمسة لعشة كيلومات. ومنجر للحرب الشاملة. وبنفس الوقت قدر يردع اسرائيل من الاشتراحة البري. سيكتب التاريخ. نعم. انا يعني. اذا وصلنا لمرحلة انه سبع اكتوبر وصلنا لحرب اقليمية. بستبعد. انا عمل لك بستبعد. طب والضربات اللي عم تصير على القواعد الامريكية اليوم من الحوسيا ازا بدك بلش يضرب صواريخ بالعراق بسوريا. اكي يا عمي. في اشياء في اشياء ليك هلا انت شو بعرفنا ازا بتشيل خليني نكون شو بابعرف ازا بتشيل هيدي 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 ازا بتشيلها بتأسر بتأسر المشهد العام. على انا وياك بتأسر بتأسر مقابلتنا. ما بتأسر مقابلتنا. وازا حطيته هون وعملت هيك. بتأسر عم وابو قالوتنا بنكفي المقابلة. ضرب ضربتان وكفينا المقابلة. فيه امور من ضمن الديكور لازم تصير. فيه امور من ضمن الديكور لازم تصير. بتأسر على المشهد العام بتأدي لحرب اممية بتأريد لحرب اقليمية. لا. نعم. فيه سردي. انت عم تحكي عن صواريخ بعيدة المدى. بدها لا توصل من اليمن لا اسرائيل فيه او للقواعد. فيه مئة الف نظام ردع جوي بيرصدها. مطلب انه ولو انه معروف. يعني مبين شو عم بصير يعني. طيب. فيه سردي كمان عم تنقال وحتى قال سياد النجام يعني عم بيقول انه ما حدا يصدق فكرة انه اسرائيل وايران هنه اعداء. هنه مش اعداء. وبيرجع بيربطها بانه حلف الاقليات ممكن ينبع لحتى يواجه البحر السنية. انا انا احكيتك عن باور شيرينج عم بيصير بلبنان. ما حكيتك عن حلف. ما في حلف. ما في حلف بس فيه هناك فيه هناك فيه شغلة بدك تعرفها. فيه شغلة بدك تعرفها. عادة المناطق او الاقاليم او الدول بيحكمها الاقوياء. بانه حلف. ولكن هناك تفاهم حد ادنى بين القويين في المنطقة. مين الاقوياء بالمنطقة؟ امريكا واسرائيل من ميلي وايران وحلفاء من ميلي. الاوزان الاستراتيجية الباقية ما عم تقدر تلعب دور بالمنطقة عم بحكي هون لبنان سوريا عراق. ما عم تقدر تلعب دور تقدر تكون مقررة. وبالتالي كل شي اليوم عم بصير انت اليوم انه كيف عايش استقرارك سالك 3 اربع سنين. لو ما هني الى حد ما في تفاهم حد ادنى بين امريكا وايران. ما بتعيش انت ما بتعيش انت استقرار لو فيه لو فيه عن جد صراع. بس انا اوصل حلف بقليات انه كل عمرهم عم يتحكوا علينا. انا بلاقي ايه نظرية مبالغ فيها. يعني هاي السردية مبالغ فيها. متل انا قلت لك ايه? لقلت لك عم بيصير باللبنان. عم بيصير كمان بالعراق. كمان تم ايران وامريكا بالعراق. شو بعض عن بعضه 3 اربع كيلومات? حتى اليوم بعض يرجع لقول انه صدام اصلا سقوط صدام كان هدية لايران. ليك سؤال صغير. طب امريكا ايش على المنطقة? سقطت صدام من هون وطالبان من هون وتركت ايران بالنص. سقطت اقوى اقوى عمالقة سنة بالمنطقة. طالبان وصدام. ومن هونيك اصبح صعود الامبراطورية اصبح ايرانية. طب هذا خلي الناس تسأل انه اليوم هونك. انا برأيي بس ما في حلف يعني. ما فينا اقول في حلف. في حسابات خاطئة من الامريكيين. في وزن استراتيجي ايراني خيل ايرانيين عندهم. طيب العرب مش عارفين. في اربع اوزان استراتيجية بالمنطقة. في اربع اوزان استراتيجية. في تركيا. في اسرائيل. في ايران. في السعودية. السعودية تشكل وزن استراتيجي لانه هي تشكل قبلة الاسلام. يعني هي عندها الوزن استراتيجية دينة. تركيا وزن استراتيجية العسكر الصناعي. إيران وزن استراتيجية تمددة في عندها تمدد. وإسرائيل هي وزن استراتيجية غربة مزروعة في قلب الشرق والأوسط. تماماً. حسناً. هؤلاء الأربعة. هؤلاء الأربعة. ما بيك تحكي أبيناتهم عن حلف. فقط ما يكون في حالاتهم لاستقرار بيكون في تفاهم حد أدنى. طيب بس العرب اليوم يعني ما شايفين هالصورة كلها أنه اليوم ما حاولت أمريكا بدون حلف ما حنقول حلف مع إيران. أنه كمان تأوي إيران بالمنطقة ما بتشوفها هيدا الشي. وما بتتصرف على أساسه. بلى. بس مشان هيك اليوم إذا بدك إيران. مشان هيك اليوم إلى حد ما الدول العربية. بتفقع فريم إذا بدك بموضوع حماس لأنه بتعتبر كم إلى حد ما أنه انتصار حماس بغزة هو انتصار لإيران. مشانك بتلاحظ أنه التضامن مع حماس ليس كافيا إلى حد ما. عسيرة صدام اليوم فيه كمان كلام أنه اللغة اللي عم يخاطب فيها حزب الله هي ذات اللي خطب فيها نظام صدام عسان قبل انتهاءه أو انهاءه. فيه خطر اليوم أو فيه قرار أنه حزب الله سينتهي مثلا أو فيه قرار بانهاءه أمريكي. أنا برأي أنا برأي أمريكا وجهت تهديد لحزب الله بس ما بعتقد أمريكا عند أي نية للمشاركة بالحرب. مشان هيك أمريكا وجهت التهديد وعم تقنع إسرائيل متجر حزب الله للمعركة لأنه ما بدأت تنفيز تهديدها. يعني أمريكا عملت بتهديد بس بتفضل ما تنفزه. إذا فرد عليها ستنفزه. بس هي بتفضل ما تنفزه. يعني هي عم توجهت تهديد. قالت تعهدت لإسرائيل أنه هي ستواجه حزب الله. وعم ترجع تقنع إسرائيل أنه متجر حزب الله للمعركة لأنه تمت اضطر تنفيز تعاهدة. يعني إذا عم تفهم عليه. نعم في اليوم بلبنان كنا متوقعين أنه حزب الله فقط كل البيئات الحاضنة إذا صح التعبير. إنه إذا صار حرب ما حدا هيوقف معك وراح تكون لحرك. بس شفنا الصنة متعاطفين. شفنا لدروز بموقف. حبيبي نحنا شعب واحد. شو من كذب على بعض. نحنا شعب لبناني. نحنا شعب لبنان. بس المسيحيين ضل دعم خجول وضل عم ينحكى بلغة. أنت برأيك المسيحيين في حال تهجر أهل الجنوب لن يحضن النازحين سيحضن النازحين. يومنا جميل ستحضن النازحين بس ناديم جميل. وأنا سأحضن النازحين شو خاصة. شفت شو كاد بي. شفت أكيد شو كاد بي يومنا وهيدا موقف وطني يحسب لها. بس لنقول كلمة اللي عم بيشهدنا أنه قالت أنه إذا فردت الحرب علينا سوف نقف إلى جانب كل لبناني مهما كانت طائفته أو رأيه أو أنت. شو هالحكي يعني. شو هالحكي أنه هذا اللي بيقل يعني. إيش لعندي عائلة والناس حنجوب. شو بيشحطها يعني. ما فهمت. إيجيت على مدرسة 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 القلبين الأقدسين بي. حيالله منطة. شو بيشحطها لأبونا يعني. شو هالحكي ده. بس في لغة. حييجي عائلة مرأة وولاد. شو بيشحطها لأبونا يعني. إحنا هيك اللبنانيين مع بعض. في لغة اليوم. يصطف له. بتقول إنه ما تجعوا مناطقنا. آخر بيقول لها خليكم موتوا هنيك إذا أنتم مع الحزب. موجودة يعني عم نسمع على الشاش اللغة مش واقعية. اللغة مش واقعية. ما بتمثل المسيحيين. لا ما بعتقد بتمثل أكتريت المسيحيين على القليلة. طيب. لبنان في حال فردت عليها الحرب اللي كنا عم نحكي عنا خلال الحلقة. كيف هيكون شكله. ما فيه ما فيه. يعني ما فيه. وهناك البكاء وصريره الأسناني. فيه نوصفه يعني بطريقتك. إنه اليوم ما فيه دعم خارجي. ما فيه حدا حيعمر. ما فيه شخصية تركب الطيارة. إذا لبنان اشترك بالحرب سيزول لبنان. طبع. كيف يعني. خرائط ج شديد رح تنرسم؟ ما بيحمل. أول شي ما بيحمل نزوح. ما بيحمل إعادة أعمار. ما بيحمل بناء تحتية ما بتحمل. ما بيحمل في شي. يعني أنت اليوم بتضلق مهبط عشرين سنة. مين يا عمير؟ تخيل أنت اليوم. أنت اليوم اليوم بلع عمر بحاجة لأربعين مليار دولار. تخيل تكون بحاجة أربعين ما عم تلاقي منهم ثمانية. تخيل تكون بحاجة لأثمانين مليار. بس تخيل من هناك بالراية. بس ما شفت خط التورق تاعت الحكومة اللبنانية؟ بلا لونوا المناطق. لون المنطقة. المنطقة الحمراء. المطرح ما فيه. حم يدلوا إسرائيل. هون منطقة الحمراء فيها الجنوب الضاحية بعلبك الهرمي. لأنه هون. هيدي صار بنك أهداف. شو خط التوارئ. الله يساعد الحكومة يا عمي. لك. ديلك شوالي. ما عنا دولة مركزية نحن. مش واقع اللي قاله رئيس نجيب مئاتي رغم أنه. اللي حاكم لبنان هو موقع حزب الله القوي فقط لغير ما عنده شي ما في دولة بلبنان. رئيس نجيب مئاتي قاله بصراحة يمكن ما لازم يقوله. بس سأل أنه أنا قرار بحرب والسلم مش بيدي. لا قرار حرب والسلم عنده. ولا قرار الكهرباء عنده. ولا قرار المي عنده. ما عنده قرار شي لك. ما عنده قرار تسمية العواصف ما عنده. ما عنده ولا قرار. ما عنده ولا قرار. ما عنده ولا قرار. طب قرار التوقيع مع صندوان النقد عنده. ليش. قرار قرار خطة التعافي عنده. قرار خطة إعادة أموال المديان عنده. شو عنده هو. ما عنده ولا شي. ما عنده شي. هو متخلي عن هالصلحية ولا هو أصلا. واقع البلد. واقع البلد أصبح مقسم بطريقة لامركزية يعني لك حتى أنت اليوم ببيتك. طب أنت ببيتك شو عليتك بدولة المركزية؟ مين بيجيب لك كهرباء الدولة المركزية ولا أنت بجيب كهرباء لحالك؟ مين أنت الماء بيجيب لك الدولة المركزية ولا بتشتري خزانات؟ بتشتري. عملنا بدائل. كلنا عملنا بدائل. كلنا لمركزيين صلنا على مستوى العيلة. كلنا لمركزيين على مستوى العيلة. طب شو ما تصير القرارات الدولية اليوم إذا ما نرجع شوي؟ يعني 1701 اليوم وقواعد الاشتباك اللي صايرة رح يتضل مثل ما هي ولا انه خلص كمان رح تصير مثل اي قرار عشرات القرارات اللي اللي اسرائيل اصلا مش بنفسه اكتر قرار عم يتنفذ اليوم هو قرار 1701 قواعد الاشتباك نحن اليوم محكومين بقواعد الاشتباك لاحظ سكنة مقابل سكنة عسكري مقابل مقاوم كذا كذا مقابلين يعني احنا اليوم اكتر شي مدروس عم بيصير بلبنان واكتر شي مخطط له هو المناوشات اللي عم بتصير على الحدود هي اكتر شي عم تحترم 1701 واكتر شي عم بتصير من ضمن قواعد الاشتباك نعم طيب اذا بدنا نعطي هلا هيك رسالة للمرحلة المقبلة كيف بتشوفها بالمنطقة كلها حرب اقليمية تمهيد لحرب عالمية مثل ما نحن اليوم تتصاعد حينا وبتخف حينا اخر طويلة طويلة حرب طويلة هكذا ارادها من افتعالها هكذا ارادها من افتعالها لتوجيه الانظار عن الحرب الكبرى في حال في حال يعني في حال الله من عنده عطينا حل بروسيا واوكرانيا نقترب نحنا من الحال اكتر واكتر انا برأيي اصبحوا الصراعين مربوطين ببعضهم الاعلامة هشام حدد شرفنا حضورك معنا شكرا للك مشاهدين الكرام هيكم نكون وصلنا لخيتام الحلقة شكرا لمتابعتكم وعلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة